اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خوريبقا مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تيفي اينما كنتم مشاهدين فالحالة اللي عندنا اليوم حالة اجتماعية تستحق البرتاج تستحق المساعدة معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الزوجة ديال السيد اللي كان خدام فران ب30 درهم اليوم من اللي قال لمول فران يزيدوا في الأجرة دياله جراء عليه هات الشي على حسب القول ديال الزوجة جراء عليه ولو مساكن يعني اه مهددين بالتشرد كانت بعدها ديك 30 درهم بحل لك يتعاونوا بها لمرة كتحولتها كتتخدم في الضيور كتتخدم في الضيور لدرجة كتلي كان طلب يعني ملقات ملقات شتباش بغتتخدم ملقاتش فين تخدم كتضق في الضيور تخدمت يقولوا لذا باكورونا ممكن لناش ندخله شي واحد غريب للدار فهنا مشاهدي قناة الشوف تيفي بالنسبة للزوجة ديالها الله يكون في العون ماقدرش يبان معانا ماقدرش كما تنقولوا يعطيه وجهه فالزوجة دياله غادي تهضروا تحكي لنا المعاناة ديالهم فهنا مشاهدينا سكنين في السطح كما كتلاحظوا معانا سكنين في السطح كارينو بستمية در ما شغل في ريالية؟ ستمية درهم انتم كتلاحظوا معانا كين سكنين يعني قبل ما نعطيه الكلمة اكيد عادي نوريكم هادي الكوزينة الكوزينة هو الواقع مشاهدي قناة شوف تيفي فالزوجة السيدة كانت تجمعها لانه كانت مولي من الدار قالوا لا ما خلصتش غادي تخرجي فكانت جامعة حويجة كما تلاحظوا معانا هاكيد تتسألوا علشت السيدة جامعة الفراش دياله جامعة حويجة لانها مطالبة باش انها تخرج من الدار لكن الحمد لله اليوم ستسيق وتنزل فراشه وتنعز فرحت الله جاءت واحد المحسينة خلصت لها الكرة ديالات الشهر دا بقى تسيق ونفرش فراشه الاقل ضمنتها تشهر بعدما خارجيش للزنقة اليوم تزقول راني هزة لهم من الرشاد أنا غنحط فراشي دا بقى وانا متأكدة دا بقى ما عنديش بشغن نخلص الرشاد هناك تنشد القلوب الرحيمة وانا متأكدة دا بقى ما عنديش بشغن نخلص الرشاد وانا ما نطلب لها نأكل لما نشرب وانا اللي دقيت عليها اعطيني خبيزة ناكلها انا وولدي وراجلي لكن باش نخلص الكرة هو لشها الزلام اذا خليكم معنا مشاهدين نسمعوا منها التفاصيل اختي حكي لنا المعاناة ديالك وانا اختي كان نخدم بستميد ريال وفي الأخر اختي قال لي زيدني عشوية قال لي نزيدك الفرنك قال لي إختي لا يجب قادية وانا نعني الشهاد وانا نحن نحن نعم وانا نحن نشرب وانا شقيت وانا نجدك ما نجدك وانا مجدد الكبت وانا نقلص الرشاد كيف كان واختي تنطلع لماذا حتى.. واختي قال ليس تهدو انا المناسب لأني أريد ان انا اختي عني منك لا كتش عارفه وانو تم تحاجه ما كل شيء لنحنا عني اني نفكر الليل وانو بكيف النهار انتبه انتبه انتنفكر ما شكتش أ ما شكتش أهلا اختيت لك اختيت اسمي وتنخلص منك الأخير وضعنا قلت لك الوحيم يختيت لا تفكر اشتغلت شراب لم يتخلي شراب باستمع ان تختيت اختيت غير مخلي لم ينحن تخليت الشيط ونشقى اندلق عمر وندير عدير 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 عديره في الاخر جبال تخلي عدمون الحانة وتوجي جمعتها أنا أخيي وقامت بصدقاء الغزمة يقول أختيه الأزمة اختي تقول لك شو ماما بعده باش تخلص الكراف بعده بجي بهادي تمحي انت أختي بزير قلت انطلب العزيزة امشي ليا قلت لولدي تشمع دليماما ما عارت لشو انا ما بغيت شو بلك هل تفكرية اختار العجازة اختي لك اختي لك اختي لك ساعة وانا عمدت تخدمي بغيت انقشبه شوية موانا عمدت تخدمه لكن ما بغيت شو انا مطين شخة السدادة ما باعد نقد نهزه شو اختي بتدار لك سداري كبير ويقول لك هزي يومد قد قد اتفكر صاعد لك موانا عمدت شو موانا انطلقيا اكد واخر ما نقدش علي فقط اختي تمحي انت بزير بزير فقط اتفكرية ايه انت تلك لا مكانش عدي وقت لحض لراجل شرهاريا قديمة كفزك بغيت الحمد لله بقول لك اتفكر شرهارية بتمنيه لك اختي اختيها مجموعية لماذا جميعا فراشك؟ جميعا فراشك جميعا فراشك جميعا فراشك سأخرج الزنقة سأخرج قلب على رأسك قلب على رأسك خلصت كرشة جميعا فراشك وقلب على رأسك فكرة سأخرج وقلب على رأسك فقلب على رأسك وضع الرأسك مولاد المدار يلعون بالرأسك وقلب على رأسك جميعا فراشك ومعا فراشك لا يمكنك تتعطي وقلب على رأسك ومعا فراشك لقد أحربيت أعد وحدك خليت أولدي في كهنايا وراجلي تأوبايا حقاش قلت لملك الله سير التقلب إلى راسك وأنا أولدي بشلطة العذاب أحبك جاد يرنبي أمو نمشي شو ندير أختي سمح أنت بزيف أختي تعدب تعدب بزيف أختي أختي قلت لي سير ذنب أخوي ترى الله ليحن بي أبيهن بيهن واحد أختي أبال ليحن بيهن أخوي لم أعرف ما's it لم أهتم لم أهتم ونرى أختي وهناك أختي لم أردني أختي لم أعرف لم أعرف أختي لم أعرف أختي لم أعرف أختي الـ 6 لم أعرف السبس أو الخامس قالت لي شارك لم أصدفي أختي لم أصدفي الأختي لم أزدني أشن بيهن أختي ونهج فأنت تقنوني فقط هي مكسا أنت تقنوني ولكن أكبر مضعة سيئة من تسماعها هكذا بأن أتركني لأتنوني فقط و أنت تحفي úp تقنوني أخذها لا أعطيني مكسا لأن تسماعها صافي رغبا جدا أريد أن أطلبوا أن أأتي ونأتي ونأتي ونضي أريد أن أذهب لأزرار حسنا الصغير الحسنا الصغير سأذهب لأزرار الأغلب سأذهب لأزرار الأغلب لكن أصبحتنا مكانه القديم مجددا يرفع نفسك معي مالذي أخذ colocك يufactع غدا الزيت صاح أخذي وين هذك الحمل نعود الساوء ألا أن نعود كيaccord persons فى عادت وهذا وشاهده جيدة و تحضيري ولاعج إسمي و إسمها للتراجع تطلع و سألتها ممتازة بأن أختي بالأختي بسرعة ما نأخذف عندها مستمر لذلك من المعرض لا تنظر الجنس و مطلب نأخذها و نأخذني هاتكون للدوء ندقي هاتكوني شخصي نعم 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 سمعت الأخت نزهة وصلت بها لدرجة تدقل كنا مشي لدار العجزة ونشوف وش ولدي بغي يمشي معي يعني تفي تسدات لبيبان في وجهة ما طلبتش لكثير نزهة كي صوني التليفون دي ها نزهة ما طلبتش لكثير ما طلبتش لكثير ما تأكل ولا ما تشرب ما بغى تشي حاجة منها بغى تغلي خلص لي هالكرة تعرف فرصها وتحط فراشها وتعرف رها مستقرة تعرف فرصها ما خارجش ولدتها الزنقة فهنا مشاهدي قناة تشوف تيفي تتقول حتى مثلا لا كنتم من الساكينة دي المدينة تقريبها وبغيتوا تخلصوا الكرة عليها ما تعطيوه هاشق الكليد ديها تجيو توريكم سيدلي مكلف بالكرة وخلصوه غير هي تكون عارفة بعد دارها خالص فهنا مشاهدينا كما قلنا بتذكير بالنسبة لاخوتنا لعادل تحقبنا كتلاحظوا جمعة حويجها حتى في برا لحطوا معنا يعني بدت تجمع في حويجها على اساس انها تخرج ما مخلصاش الكرة لكن الحمد لله جت واحد المحسينة الله يجزيها بخير قلت لها قل سيف دارك انا خلصت لك هات الشهر بعدها اللي قديت عليه هات الشهر خالص الحمد لله ولكن هات الشهر ثاني هات الشهر ثاني فهنا كنتمنى كلنا نديروا يد في يد نتعاونوا بإذن الله وتضمن الله سبحانه وتعالى تضمن رأسها انها مخارجش للزنق وكرهها خالص تحت رأسها على الوسادة وزقون الكرة دي خالص وقلس انا ولدتي تحت ثقف يحميني اذا مشاهدي قناة الشوف تيدي كنتمنى انكم تبرتجيوا هذا المباشر كنتمنى انكم تعاونوا مع الاخت نزها اللي بغى يتواصل معها فرقم الهاتف ما حافظوا شوالدياك بلاتي بلاتي فاش صونيت عليه بلاتي انا نجده منعني فاش زبط صونيت فيه شوف تيدي مشاهدي قناة شوف تيدي بالنسبة ل شوف وقلس نعود شوفوش هاد شوفوش غاي صوني لك باش نتأكد هو ياك صد مشاهدي قناة شوف تيدي بالنسبة للرقم الهاتف أعيد الرقم 06-36-57-38-90 أعيد الرقم 06-36-57-38-90 رافيه الواتسط مشاهدينا نتمنى أنكم توصلوا معها تعاونها باللقسم الله وشكرا لكم وتتبعي قناة الشركة هنا القدس هنا مشاهدينا نزهاك تسكن في حي القدس دمتم في رعاية الله إلى اللقاء